رأس محافظ محافظة شبوه الواء الركن علي بن راشد الحارثي اجتماعا موسع للقيادات التربوية والتعليمية في المحافظة والمديريات كرسة للوقوف أمام الاستعدادات والترتيبات الجارية في المحافظة لإجراء الامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2017-2018 وخلال الاجتماع شهد المحافظة علي الحارثي بالقهود التي يبدلها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة من أجل تحسين وتطوير العملية التربوية والتعليمية والدفع بها نحو الأفضل وأكد الحارثي على ضرورة تضافر قهود الجميع من أجل ضمان إجراء العملية الامتحانية لشهادة التانوي العامة بالمحافظة بصورة جيدة ومميزة عن العوام السابقة وهو العمل الجاد والمخلص من أجل لحد من ظاهرة الغش الامتحاني من جانبه أوضح مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوى محمد علي لملس أبرز الإجراءات والترتيبات التي اتخذها المكتب لإجراء امتحانات الشهادة العامة للمرحلة الثانوية على أكمل وجه مشددا أو مشيدا بالاهتمام والرعاية التي يحضى بها غطاء التربية والتعليم من قبل غيادة المحافظة ومساهمتها في تذليل ومعالجة الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجهه شكرا